خروج الإمام الحسين صلوات الله عليه واستصرخهم صارت النتيجة التي تحدث عنها أبو عبد الله الحسين الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون هذا حال الإنسان خذول وتركوا الإمام الحسين من بعد أن دعوه مو فقط انتظروه دعوه وخذلوا سفير مسلم ابن عقيل اليهود هل تصدق أن اليهود كانوا ينتظرون مقدم النبي الخاتم محمد حتى هاجروا اليهود مو فقط انتظروا النبي انتظروا النبي وهاجروا هجرتهم من فلسطين من الشام إلى الحجاز لينصروا هذا النبي الخاتم ويؤمنوا به لكنهم نزلوا في مكان يعني القصة طويلة هم عندهم في كتبهم صفة النبي ومهاجرة النبي ودولة النبي وطريقة المدينة كيف يبنيها كل شي موجود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأنه يهاجر مهاجرته مهاجرة النبي بين عير وأحد جبلي عير وأحد الدليل وصلهم إلى منطقة فيها جبل حداد قالوا لحد وأحد واحد فنزلوا في خيبر وفي تيماء وهذه المناطق بعد فترة بعضهم تحرك فعلم بوجود تحرك من المنطقة فعلم بوجود أحد فنزل في أحد وعلم بأن مهاجرة النبي في هذا المكان أرسل إلى قومه قالوا لأحنا إذا ظهر النبي محمد أحنا نلتحق بك نلتحق بكم بركبكم غزاهم تبع تترسوا في حصنهم بالمدينة رق لهم تبع ليش؟ لأن كانوا يقذفون الأكل لجنوده عندهم دين رأفة رحمة كانوا يقذفون قال أنا قررت أن أهاجر عندكم وأسكن في هذا المكان قالوا لأهني ما يفيدك هذه مهاجرة نبي ما يفيدك أنت تسكن في هذا المكان قال شوف اسمع لما عشق الفكرة وقالوا لأحنا منتظرين النبي في هذا المكان قرر هذا الملك أن يضع فخذين من قومه شوف الآن نحن نتكلم في الانتظار أريدك شوي تفتح ذهنك حتى يصير انتظارك إيجابي موسى البي قال أنا أخلي فخذين ينصرون هذا النبي الخاتم الذي اسمه محمد وفعلا من خلى خلى الأوس والخزرج اللي هم أهل المدينة اللي هم اللي هم الأنصار إلى أن ظهر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وكانوا اليهود يضيقون على الأوس والخزرج يقولون لأن ظهر النبي في آخر في أيام إذا ظهر إحنا نؤمن به وإذا آمنا به نخرجكم من المدينة فلما ظهر النبي على غير ما يشتهون على غير ترتيباتهم وغير تأويلاتهم وغير تفسيراتهم كفر به اليهود وآمن به الأوس ليش لأنهم مستعدين موطنين نفسهم ما عندهم شروط موطنين نفسهم ترجمة نانسي قنقر